شكراً دكتور خالد هني هذا ما سمح به الوقت بكلمات أستاذ صفوان أختم معك إذا ما تجرأ الاحتلال وارتكب مجازر بحق الفلسطينيين في الضفة أو في غزة بتقديرك المجتمع الدولي سيتحرك كما تحرك إذا المجازر في أوكرانيا طبعاً لا دن يتحرك المجتمع الدولي أبداً 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 إلا إذا كانت مصلحة إسرائيل في خطر ولكن المجتمع الدولي معني بأنه يحافظ على إسرائيل إذا بده يحافظ على إسرائيل في إلا خففي من هذا الشطط خففي من هذه العنصرية لأن هذه العنصرية مناقضة للدولة الحديثة وبالتالي هي عبتحكم على حالة بالفناء إسرائيل إذا ما بتغير إديولوجيتها وما بتقبل بأنه تكون دولة عادية في المنطقة بس قالت إن هي شعب الله المختار وهي يجب أن تكون متسلطة على دول المنطقة فهذا هو دليل على أنه نهايتها قريبة لأنه هذا مخالف لمنطق التاريخ وهذا على كل حال ما صير كل احتلال شكراً جزيلاً للمشودك معنا البحث في المجتمع السياسي صفوان موشلي شكراً للدكتور خالد هنية من غزة الباحث السياسي شكراً للشيخ عليلي يوسف عضو هيئة علماء فلسطين وللأستاذ ياسر الحسين الكاتب والمحلل السياسي شكراً لكم على طيب المتابعة شكراً لأستاذ بلال خليل مدير تواصل دمتم مشاهدين في أمان الله والمجد لشهدائنا الأبطال شكراً للمشاهدة